بنظرك أين يكمن الخلل أو الاختلالات في تدبير هذا الملف الذي طال لسنوات في نظري هناك عدة اختلالات في تدبير هذا الملف حيث تلغي كل حكومة جاءت بحكومة سابقة تأتي بتدبير ارتجالي جزئي في غياب تصور مندمج ومتكامل يأخذ بها الاعتبار كل معطاية داخليا إقليميا ودوليا ثم ما هو قانوني من جهة وبنيات تأتيها من جهة أخرى أو غيابها بالأحرى والحاصيلة هو الفشل تلو الفشل لحد الساعة فهناك الضغط الذي يسببه تراجع إحتيات العمرة الصعبة في الجزائر بين 2014 و2020 الذي دفع بالحكومات المتعاقبة إلى تقليص حجم الواردات بما فيها السيارة الجديدة والمستعملة لما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوخ ثم هناك بشكل موازن انهيار سعر صرف الدينار الذي يؤدي إلى ارتفاع أوتوماتيكي لأسعار كل السلع المستوردة كان الهدف المصرح به أنادك هو مساعدة مصانع السيارة داخليا في مشروع فشل بشكل سريع لكونه غير مدرس بما فيه الكفاية ومما ذات الطينة بل لا هناك اختلال إنتاج والتوريد حاليا حتى على المستوى الدولي بما قد يؤخر وصول سيارات المستوردة الجديدة إلى الجزائر بسرعة خلاصة الأمر هو أن اختلال سوق سيارة في الجزائر نتاج عدة عوامل من نقص في العملة وحضر للتوريد انهيار إسعار سعر صرف الدينار فشل مشاريع تصنيع غياب استراتيجية متكاملة ومندمجة للقطع مناخ أعمال غير مشجع وبنية التحتية غير مناسبة وسط تضارف القرارات الحكومية المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر